لمناقشة مستجدات ثورة تشرين معنا في الستوديو الكاتب والباحثة السياسية دكتور فالح الخطاب دكتور فالح مرحبا بكم مرحبا بكم دكتور فالح كيف تراقب سير التظاهرات لسيمة في الناصرية والنجف تصاعد حدة التظاهرات مع ازدياد وطيرة استخدام الرصاص الحي والقنابل الغاز المسيلي للدموع بكثافة ضد المتظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم واضح من تطورات المشهد أو الموقف الميداني خصوصا في الناصرية والنجف هو انفلات الوضع تماما خروج الوضع تماما عن السيطرة من قبل هذا النظام لم يعود النظام مسيطر بشكل أو بآخر على مجريات الأمور دعنا من بغداد التي تشهد ثباتا في موقف الثوار وثباتا في الساحات كلها رغم أن الحركة أو التطورات الأسكرية على الجسور مستمر كما نعلم ولكن المشهد الآن كله متركز في الجنوب في الناصرية وفي النجف في النجف تحديدا الآن حتى الناصرية تشهد صدامات كبيرة جدا أقول أنه الوضع خرج تماما عن السيطرة بل شهد نوع من المضاعفات التي لا يمكن تكهم بنتائجها يعني مثلا دخول العشائرية على الخط هذه قضية جديدة طبعا لحماية المتظاهرين لحماية المتظاهرين أو للانتقام طبعا نحن نبحث عن فرصة كما نقول للانتقام عن طريق القانون للانتقام عن طريق إسقاط هذا النظام ومن ثم إقامة العدل العدالة الثورية والعدل الشامل لكن قصلي أنه الوضع أصبح معقدا إلى درجة كبيرة لا يمكن السيطرة عليه من قبل هذا النظام نعم يعني هذا العدد الكبير من الضحايا في أقل من 48 ساعة هناك في النجف تحديدا هناك استهجان ضد تيار الحكيم وهناك أيضا رفض لتوجودهم في النجف وتحميلهم المسئولية عن قتل المتظاهرين في النجف تحديدا هل ممكن أن نشهد الكثير من التداعيات لهذا الأمر يعني ولسيما حتى أن هناك معالم قد غيرت أسماؤها وسميت مجددا باسم الشهداء ورفعت أسماء الحكيم عنها يعني تقريبا حضرتك أجبت عن السؤال بشكل يعني يعني النجف لها رمزية خاصة نحن دائما نتكلم عن النجف النجف لها رمزية كبيرة جدا خاصة وكبيرة جدا وبالتالي اليوم ما نشهد سقوط تيار الحكيم هم يعني هؤلاء ساقطين هؤلاء حقيقة يعني ليس لهم مكان ولا رصيد ولكن ولكن ظهروا على حقيقتهم الدموية البشعة هؤلاء تاريخهم أسود كثير من الناس يعرفوهم وبعض الناس لا يعرفوهم الآن الأمور كلها تكشفت أصبح عمار الحكيم ومجلسه وتياره وميليشياته أصبحوا مطلوبين وكما قلنا مطلوبين ليس فقط للثوار إنما للعشائر دخلت الأمور في تعقيد كبير جدا فما يجري في النجف حقيقة مسألة غاية في الأهمية غاية في الرمزية وإيران بالذات يعني تتلوى ألما لما يجري لأنه النجف لها رمزية كبيرة وهي تعتقد كانت تفهم الناس كانت توحي للناس كانت توحي بين قوسين لشيعة العالم أنه النجف هي في الجيب وهي يعني العاصمة الروحية لها وكذا لكن كلها الأمور تداعت بشكل كبير هذه الرموز التي كانت تعول عليها إيران الآن نجدها قد سقطت ربما من أعين العراقيين وهذه المؤشرات موجودة في النجف تحديدا ولكن لماذا ازداد ازدادت وتيرة العنف والقتل ضد المتظاهرين بشكل كبير بعد إحراق السفارة الإيرانية طبعا نعود ونقول أن المشكلة هي إيران القنصلية الإيرانية عندما أحرقت طبعا كما قلنا أحرقت قنصلية إيران ولكن أين في النجف فهذه كل الأمور يعني إلها دلالات كبيرة جدا لا تخفى على إيران لا تخفى أنه يعني الرأي العام دعك الآن من العراقيين الرأي العام العربي والعالمي ماذا يقول ماذا يقول 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 إيران التي راهنت على أن النجف تحصيل حاصل هي الآن من يحارب إيران ورموز إيران داخل النجف داخل هذا المكان المقدس بالنسبة لكثير من الناس فكيف يستقيم هذا فهي مشكلة كبيرة جدا الرمزية هنا حاضرة بقوة السقوط كبير ولذلك رد الفعل الدموي العنيف يشي بأنه هذا الانتقام وهذا الدرد الفعل هو عبارة عن حالة من الألم يعني الصراخ على قدر الألم الأحزاب دائما هي أحزاب فاسدة وباعتراف العالم وباعتراف حتى التقارير الدولية ولكن لماذا يعتبرون هذه الأحزاب تعتبر أهل الجنوب منذ الاحتلال عام 2003 وحتى الآن هم حاضنة شعبية في حين أن هذه شعوب أو المجتمع الجنوبي كله رافض لهذه الأحزاب ورافض لهذه التيارات يعني للأمانة ينبغي أن نكون واضحين يعني هناك فترة من الزمن فترة ربما تكون طويلة عاشت كثير من هذه الأحزاب على نغمة معينة على أوهام معينة بثتها في صوف الناس حتى في صوف البسطاء ومزجت ما يسمى الدين وهو ليس دين هناك طائفية مزجتها بشكل معين بالسياسة من خلال أحزاب معينة من خلال حركات معينة والناس يعني لن يجربوا هذه الأحزاب سابقا لم يجربوها في الحكم هي كانت دائما تتبنى أمور وأمور وأنها وقفت في جنب إيران وقاتلت الجيش العراقي لكن لم يجربوها عندما جربوها بعد 2003 يعني قالوا لنعطيها فرصة لعلها يعني لعله وعسى فكانت هذه المسألة لكن المشكلة وين أن هذه الأحزاب من كثر فسادها من كثر ما هي فازدة لم تفكر أبدا أن هذه القواعد الانتخابية بشر بشر بني آدمين يحتاجون إلى الرعاية والعناية يحتاجون إلى القدر البسيط ولو لحد الأدنى من الرعاية الإنسانية هذا لأنهم جشعين لأنهم بلا أخلاق لأنهم درجة فسادهم غير معقولة حتى الذين أتوا بهم الأمريكان لم يكونوا يتوقعون أن يكونوا بهذه الدرجة من الفساد فساد كبير جدا ولذلك فقدوا يعني الحاضنة الشعبية الحاضنة الانتخابية على ماذا يعني حتى الدين لا يعمر بهذا أدرك الناس مع الزمن أن هذا لا هو دين ولا هو سياسة ولا هو ديمقراطية عبارة عن لصوص ولهذا الشعار كان قديم وليس قديم يعني قبل من سنوات نسمعه باسم الدين باقونا الحرامية طبعاً نعم 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 المتظاهرون يؤكدون أن استقالة عبد المهدي هي أولى بشائر النصر وأولى بشائر التغيير هذه يعني هذا التفاؤل كيف تنظر إليه والذي لاحظناه على وجوه المتظاهرين يعني بالتأكيد هو تفاؤل لكن تفاؤل حذر جداً طيب لماذا؟ لأنه المشوار طويل أنا يعني هنا لا نريد أن نكون يعني متشائمين ولكن لا نقول إلا أنه المشوار طويل لكن ينطبق علينا هذا اليوم المثل الذي يقول طريقة لألف ميل تبدأ بخطوة واحدة وهذه ليست خطوة عادية إنما هي خطوة أيضاً رمزية اليوم قضية الرمزية قضية مهمة جداً ولذلك الكل يتعامل بها نحن يعني الثورة من جانب الثورة تعتقد تعتبر أنه المعسكر الآخر معسكر اللصوص والفاسدين عندهم أزمة يعيشون في أزمة عندهم مشكلة بوادر هذه المشكلة على الأقل ليطاحها بزعيم اللصوص ومجموعة معا لكن هذا طبعاً لا ينفع بشيء لأنه الثوار يتحدثون عن نظام كامل نظام كامل لا يمثل الشخص أبداً قضية الأشخاص لم تكن مطروقة تتوقع أن يكون عبد المهدي أو البديل لعبد المهدي من ضمن دائرة الأحزاب الفاسدة بالتأكيد لأنه ليس عندهم بديل أي بديل آخر من خارج هذه الدائرة الجهنمية هذه الدائرة الفاسدة يعني انهيار النظام بأكملة وهم لا يريدون طبعاً الكل متكاتفين لأمر لأنهم مستفيدين منتفعين من هذا المال الحرام ومن هذا الهيمنة على مقدرات بلد عظيم كالعراق والأمر الثاني المهم جداً أن أمرهم ليس بيدهم تأتيهم الأوامر من الخارج افعلوا أو لا تفعلوا وبالتالي هم ليسوا إلا بيادق تحركهم قوى أجنبية خارج العراق الكاتب والبحث السياسي الدكتور فالح الخطاب ضيفنا في الاستوديو شكراً جزيلاً لك شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم شكراً جزيلاً لكم